بعد مرور أكثر من سبع سنوات على وجودهم هنا نازحوا جرف الصخر في مخيم عامرية الفلوجة بمحافظة الأنبار ما زالوا يعانون الأمرين نساء مكلومات وأطفال فقدوا طفولتهم ورجال مقهورون الجميع هنا ضحية الفساد والإهمال والمحاصصة وتصفية الحسابات تسرد النساء في المخيم عذاباتهن اليومية بعد أن غيب أبناؤهن في السجون منذ سنوات بدوافع طائفية ولم تشمل الاعتقالات البالغين فقط من أهالي جرف الصخر بل الأطفال أيضا وابني بالسجن بالشارع أخذوهن بغداد يعني عمره 15 سنة تعال مشكلتك أنت جرفوا الصخر شو سوهنا ببغداد جرفوا الصخر مو خدتوا أنتو شو سوهنا ببغداد واخذوا اليوم هاي خمس سنين ما أكوا لا ومن بدأت كارونا لحد الآن لا شفنا ولا مخابرة ولا كل شيء هو هل واحد هذا وعلى خمس بنات يعني موالي تسعة وتسعين هذا يأخذونه يسوونه تسعة وتسعين يعني يعتبر هذا حدث نازحة أخرى لا تعرف إلى الآن لماذا اعتقل ابنها أما الماسكون بزمام السلطة في العراق فلا يعرفون شيئا عن العراقيين سوى صوتهم الانتخابي تقول إحدى الأمهات العراقيات ما قيل في مخيم عامرية الفلوجة على لسان قاطنيه ما هو إلا نزر يسير من معاناة أهالي جرف الصخر الذين فقدوا الغالي والنفيس بذريعة ما عرف بتحرير المدن